اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة وإحنا بنقلب أوراق 21 في أيامها وساعتها الأخيرة لا نغفل أنه هذه السنة شاهدت انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي في انتخابات الكل أشاد بيها والكل أشاد بنزهتها وهدوءها والتزامها وضوابطها نشوف في هذا التقرير اطلالة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي كأهم الأحداث الإدارية في النادي في 2021 في يوم تاريخي بل قل عليه انشئت عرصا حقيقية شهد له القاصي والداني نجحت الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الحفاظ على قيم ومبادئ القلعة الحمراء واختارت مجلسا كاملا رأت فيه القدرة على القيام بكل ما يهم ويخدم مصلحة النادي واستكمال ما بدأوه في السنوات الماضية رافعين شعار فريق واحد في شهر نوفمبر الماضي وتحديدا يوم السادس والعشرين منه أسدلت الجمعية العمومية للنادي الأهلي السطارة على العرص الانتخابي لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات جديدة حتى عام 2025 حيث تمت إعادة انتخاب محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي رفقة جميع أعضاء قائمته الانتخابية بداية من النائب حتى الأعضاء تحت السن وشهدت انتخابات الأهلي حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية الذين توفدوا على مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار مجلس جديد لقيادة النادي خلال السنوات القادمة حيث شارك في العملية الانتخابية 22137 صوتا صحيحا في ظل التسهيلات التي قدمها النادي لجميع أعضائه وسط الإجراءات الاحترازية المشددة وبعد يوم طويل وشاق أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اكتساحا كاملا لقائمة الكابتن محمود الخطيب الذي فاز بمقعد رئيس النادي بعد حصوله على أكثر من 19 ألف صوت كما فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق وفاز في العضوية تحت السن محمد الجرحي طيب دي كانت طبعا مشهد من مشاهد انتخابات تم تصويرها أنها سوف تكون الأسهل ولن تحظى بهذا الإقبال من الجمعية العموية ولكن لأن تقريبا المنافسة كانت بقائمة مغلقة الكابتن الخطيب من واقع الإنجازات ومن واقع الأداء ومن واقع البتاع كان الناس يعني الشعور العام أن الانتخابات كانت ستبقى أسهل من كده ولكن لماذا كان هذا الزخم الذي تجاوز حاجة وعشرين ألف عضو لأن الناس جاية تقول إحنا عايزين نقايد ما هو مش بس أنت جاية تنتخب وتختار أنت أحيانا تجد رسالة وده بيقودنا للموضوع أن العمر فاروق بالتسكية وأنه يعني ما تعرضش على الجمعية العمومية ما دي جمعية عمومية ولكن الأمر مطروع على قضاء دعنا ننتظر هو إمتى أساس براهيم يوم 2 يناير يوم الحد أرجو أن يوزر السفطرة على هذا الأمر لأن كان الحقيقة التأشيرة التي كتبت في الآخر دخلتنا في زيد دايلمة ما علينا انتخابات بتقول أن المجلس يحظى بهذا الإجماع يعني يكاد يكون حاجة في التسعين في البية طبعا القائمة بالكامل نجحت وده دور الجمعية العمومية أنا ممكن تيجي تقولك شكرا الحقيقة برضو إحنا بنستعرض جانب من هذا العمل قناة الآلي مشكورة وده يعني الحياة أمر لابد أن احنا نحيي عليه إدارة القناة والقائمين على العمل الوسائقي اللي ظهر عبر شاشة الآلي مؤخرا الفيلم الخاص بجعفر ولي شغل محترم حلو عد رئيس النادي الآلي في فترة تاريخية مهمة جدا صاحب مواقف طويلة جدا أعتقد فيلم تسجيلي أعتقد أنه عنده رقم خياسي في عدد السنين سنوات التراقص النادي لكنه الحياة عمل وسائق هايل جدا بنحيي عليه زميلنا العزيز محمد منصفة وكل فريق العمل معاه اللي في القسم التوسيق المهم جدا للنادي لأنه في النهاية أنت بتحتفظ للنادي بوسيقة مصورة حاكية كل مراحل تطور النادي في خلال حكمة زمنية مهمة جدا من خلال استعراض تاريخ واحد من رموز الأهل الكبار ولعله كان في توقيته أنه جعفر ولي هو المؤسس للالتحاد المصري لكرة القدر مؤول رئيس له وده جاي في سنة المقوية بالنسبة للالتحاد المصري ده كان عمل وسائق تهائي جدا تمام تهائي العمل في مثل هذه الأفلام الوسائقية لأنه ده فعلا اللي بيحفظ ويوسق مراحل تطور النادي الأهلي عبر تاريخه أنا كنت دايما قناعتي أن إحنا نظلنا نتطبع هؤلاء الرموز حتى أجيالهم الحالية فحسنا فعل هذا الفيلم أنه توصل إلى ابنة جعفر ولي داشت يعني حد من أحفاده بنته عشان يقدموا لنا برضو بعض الجوانب الخفية عنه وأنت لو تتبعت كل الرموز هذا التتبع حتجد أحفاد الأحفاد حيقولولك حيقولولك جوانب أنت محتاج تعرفها عن هؤلاء الرجال العظام شكرا